السلام عليكم متابعي قناة اتشي دي فيلم الكرام ما تنسوش الدعاء لاخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا النهاردة في بيت قديم في المياه شغالة في الباني وبتغرق الحمام كله ومحدش بيحس بيها الدرجة انها بتنزل للدور السفلي وبنشوف وقتها ستة عجوزة منورة شموع كتير ووقفة من غير رد فعل كأن في شيء غامض مسيطر عليها والتاني يوم بنلاقي عربية ماشية وفي طريقها للبيت ده وبيبقى فيها بنت الست العجوزة واللي بيكون اسمها كامي ومعاها بنتها سام وبنعرف ان الاتنين عايشين في المدينة لكنهم قرروا يجو يدوروا على العجوزة قادنة لان الشرطة بلغوهم انها مفقودة وملهاش اي اثر بعدها بيوصلوا البيت وبيقفوا يخبطوا على الباب ولما محدش بيرد عليهم بتفتح سام الباب الصغير بتاع الكلب وبتدخل منه وبعد كده بتفتح لامها من جوة وبيقلبوا البيت كله علشان يدوروا على قادنة او اي دليل يعرفوا منه مكانها وبنلاقي كامي بتروح تفتح قوضة امها وبتتصدم لما بتشوف حد نايم ومتغطي لكنها بتشيل الغطى وما بتلاقيش غير المخدة فبتقلق اكتر على امها وبتقرر تسيب سام في البيت وبتاخد عربيتها في عز الليل وبتروح لقسم الشرطة وهناك بتعرف الشرطي انها اخر مرة كلمتها من اسبوعين لكنهم ما اتفقوش على اي مشوار يعملوا مع بعض بعد كده بتطلع من شنطتها اخر صورة كانت مصوراها لامها وبتديها للشرطي علشان يجاهز دورية ويطلعوا يدوروا عليها في الغابة اللي حوالين البيت وفي نفس الوقت بنلاقي سام بتلف في البيت وبتدخل قوضة قديمة بتبقى قدنة شايلة فيها كل ذكرياتها مع جوزها وما فيش ثواني وبتسمع صوت حركة في قوضة جنبها ولما بتدخل بتحس بحركة غريبة ورام شمة فبتشيلوا وهي مرعوبة لكنها مش بتلاقي وراغ غير بقع سودة على الجدار بعدها على طول كامي بترجع من الاسم وبيقعدوا يجاهزوا العاشة مع بعض لكن سام مش بترضى تسألها عن البقع اللي شافتها وبيستنوا بعدها لحد الشروع وبيطلعوا مع الشرطة في الدورية يدوروا على قدنة بس للأسف ما بيبقاش لها اي اثر ولما بيرجعوا بتفضل سام قاعدة قدام الباب وبتولع سجارة وفجأة بتسمع صوت حركة بين الشجر بس بتطمن لما بتلاقيه شاب من زاوي الهمم وبيبقى ابن جرهم فبترحب بيه وبتعرض عليه انه يدخل يقعد معاهم لكنه بيبقى خايف يدخل البيت لانه اخر مرة كان بيزور قدنة حبست ونسيت انها كانت بتلعب معاه بعد كده بتدخل سام البيت وبتقعد مع كامي وهي بتعزف على البيانو بتاع امها لكن سام بتقطعها وبتلفت نظرها للأقفال اللي باين عليها انها جديدة بس كامي بتبقى عارفة انه امها عملت كده لانها كانت بتحس بحركة غريبة حوالين البيت من فترة فبتصار بسام ازاي امها مبلغتش الشرطة بحاجة زي كده وكان رد كامي عليها ان ادنى كانت تعبانة بقالها فترة وبتحس دايما انها هتموت وان ده كله تهيقات فبتتضايق سام وقتها من كلام كامي وبتسيبها وبتطلع قضة ادنى وبتاخد البلط بتاعها تلبسه لانها وحشتها جدا وقلان عليها وبتحط ايديها في الجاكب بتلاقي فيه ورقة بس قبل ما تقرأ المكتوب بتسمع صوت خبط في الدور اللي تحت وبنلاقي كامي في نفس اللحظة بتسمع نفس الصوت وراء الجدار ومرة واحدة بتشوف البقع السودة بتظهر على الجدار وبيستغربوا جدا من الحركة الغريبة والمنظر اللي شافوه بعد كده بيطلعوا يناموا وبتحلم كامي انها ماشية فوسط الغابة وبتدخل بيت قديم مهجور وعلى بابه نفس الازاز اللي موجود على باب بيت امها وساعتها بتشوف واحد بيحتضر وشكله مخيف جدا وبيقع على الارض فجأة والحشرات بتخترقوا الستو وقتها بتصحى من النوم مفزوعة في عز الليل وبتقوم تقف قدام الشباك وبتتمنى ان امها ترجع لها تاني والتاني يوم بتصحى كامي على صوت السخام في المطبخ وبتتفاجئ ان امها رجعت ووقفة تعمل شاي ومش مدركة تماما انها كانت مختفية بقالها يومين بعدها بتجيب لها دكتورة فورا تطمن عليها لانها كل ما تسألها عن سبب اختفاقها او المكان اللي كانت فيه بتلاقيها مش فاكرة اي حاجة وبتعرفها الدكتورة ان صحتها كويسة لكنها بتاخد بالها من كادمة كبيرة في عظم صدرها فبتقول لها ادنى انها ممكن تكون تخبطت في حاجة وناسية وبعد ما بتمشي الدكتورة بتنزل ادنى تقعد جنب سام وبتنحت على الشمع زي ما هي متعودة وفي نفس الوقت بتتصل كامي على الشغل علشان تاخد اجازة لكنها بتلاحظ الهدوم بتاعت ادنى عليها بقع الدم فبتاخدها وبتروح تسألها عن سبب الدم ده لكن ادنى بتقول لها انها مش فاكرة اي حاجة فبتتعصب كامي جدا عليها بس سام بتهديها وبتقول لها تصبر عليها لحد محلتها تتحسن وبالليل بنلاقي ادنى قاعدة قدام المراية وبتشوف الكادمة الكبيرة اللي في صدرها بس لما بتحس ان سام داخلة بتخفيها بسرعة ساعتها بنلاقي سام بتطمن عليها فبتطمنها ادنى وبتقرر تطلع لها الخاتم بتاعها تدهو الهدية وبتفرح سام بالخاتم جدا بعد كده بتسيبها سام وبتروح لكامي قبل ما تنام وبتوريها البوم الصور اللي لقيته في القوضة واللي بيبقى مرسوم فيه البيت الغامض اللي كامي شافته في الحلم وبتسألها عنه فبتعرفها كامي ان ده بيتهم القديم اللي ورسوا من اجدادهم لكنه وقت موت ابوها البيت ده ولع وخدوا منه بس البروازي الحديد اللي موجود على الباب وبعدها بتطلب منها كامي انها تاخد بالها من ادنى بكرة لانها رايحة المدينة تحجز لها بضل رعاية فبتتعصف سام جدا عليها لانها شايفة ان الاحسن لها ياخدوها تعيش معاهم لكن كامي بتصمم على قرارها لانها عارفة ان امها محتاجة لحد يقعد معاها يرعاها وهم اللي اتنين بيشتغلوا ومش هيعرفوا ياخدوا بالهم منها وبعد شوية بتطلع كامي تنام لكنها فجأة بتسمع صوت حركة مش طبيعية في الضور السفلي وبتنزل تشوف امها مغطية والشهب شعرها وبتتحرك ناحية الباب فبتروح كامي ناحيتها لكنها ما خدتش بالها من الشبح الاسود اللي واقف وراها وقتها بتقدر كامي تقنع امها انها تطلع تنام وبتاخدها معاها تطلعها على السرير لكنها بتستغرب نظرات امها المخيفة وكأنها شايفة شيء مرعب بيتحرك في القوضة وبتقول لكامي ان في حد معاهم في القوضة وموجود تحت السرير فبتترعب كامي من كلامها وبتبص تحت السرير لكنها ما بتلاقيش حاجة فبتطلب منها ادنى تتأكد تاني والمراني لما بتنزل كامي بتلاحظ الملاية بتتحرك فبتترعب ودماغها بتخبط في السرير ورغم كده بتفتكر ان ادنى هي اللي عملت كده علشان تخوفها وبتسيبها وبتروح على قضتها وفي اللحظة دي بتتأكد انها مش هينفع تسيبها تعيش لوحدها تاني ومن تاني يوم على طول بتروح على الدر تحجز لها قوضة فيه وطبعا بعد ما بتتأكد انه مكان متخصص وهيقدروا انهم يهتموا بامها تعمل فيها كده وعلى الناحية التانية بترجع سام من برة بعد ما اشترت حاجة البيت وبتدخل تلاقي ادنى مشغلة اغاني على الجرامافون ومستمتعب وقتها جدا فبتروح لها ترقص معاها وبيقضوا وقت لطيف مع بعض بعد كده بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبتعرفها سام انها نوية تيجي تعيش معاها فبتتدايق ساعتها ادنى لانها فهمة ان ده رأي كامي بس سام بتعرفها انها عاوزة تعيش معاها لان كامي عاوزة تحجز لها في دار مسنين وقتها بتتصدم ادنى من الخبر فبتقرب عليها سام تهديها وفي اللحظة دي ادنى بتشوف الخاتم بتاعها في ايد سام وبتنسى انها بيتهولها وبتفكرها سرقته وبتخلعه من ايديها بعنف لدرجة انها بتعورها في ايديها وبالليل بنلاقي كامي وسام بيجهزوا العاشة وادنى بتفاجئ كامي انها عرفة موضوع دار المسنين وقتها كامي بتتصدم وما بتعرفش ترد عليها وبعدين بنلاقي سام وقفة قدام البروازي اللي على الباب وبتلاحظ انه بقى علي بقع سودة اكتر من الاول لكنها بتتجاهل الموضوع وبتطفل نور علشان تنام بس في اللحظة دي بتسمع صوت حد بيصفر وبتروح على مصدر الصوت بتلاقي ادنى وقفة قدام الباب اللي حتى فيه ذكريتها وبتقول لها انها جابت افل حطته على الباب ده لان الشخص الغامض اللي كان بيدخل البيت كان بيدخل منه وفجأة بنلاقي ادنى مركزة في القوضة جدا رغم انه مفيش اي حاجة ظهرة وبتلفل سام تقول لها انها مبسوطة علشان هتيجي تعيش معها رغم انها كانت رفضة الصبح وساعتها بنشوف نظرات الاستغراب على وش سام وبتشك ان في حاجة غريبة بتحصل في القوضة دي وبالليل بتصحى سام في عز نومها على صوت خبط عالي جدا في الحمام فبتقوم تشوف اللي بيحصل وبتفتكر ان جدتها جوة لكنها بتتفاجئ انها مش موجودة وان الغسالة اشتغلت لوحدها وصوت الخبط ده منها فبتجري عليها تقفلها بس ما بيعديش ثواني وبتسمع صوت برا وقبل ما تشوف اللي بيحصل بتتصدم لما بتلاقي باب الغسالة بيتقفل لوحده وفي نفس اللحظة بتبقى كامي بتحلم انها دخلت نفس البيت المهجور لكن المرة دي بتشوف امها قدامها والبوع السودة مالية القوضة وبتقع امها فجأة على الارض وسط الحشرات بعدها على طول بتفوق على صوت امها بتنادي عليها فبتقوم تدور عليها وبتشوف خيالها وهي داخل الحمام لكن لما بتفتح الباب وبتشغل النور بتتصدم انه مفيش حد جوه والتاني يوم بتروح سام لأدنى القوضة تطمن عليها وبتسمعها بتكلم حد مش موجود وبتقوله انه فيه اتنين شبه كامي وسام لكنها ما تعرفهمش وبمجرد ما بتقرب منها سام تسألها عن الشخص اللي بتتكلم معاه بتتعصب عليها وبتضربها وبتطردها من القوضة فبتتأكد سام ساعتها ان فيه حاجة غلط بتحصل في البيت وبتروح على طول على بيت جارهم وبتطلب من الشاب اللي من زاوي الهمم انها تقابل بابا فبيوافق بابا انه يقابلها وبيحكي لها عن السبب اللي خلا ما يوديش ابنه عند ادنى تاني وهو ان ابنه اخر مرة لعب معها في البيت حبسته في قوضة ذكرياتها ونسيت انه موجود ولما هو لاحظ غياب ابنه رح يسألها عليه لكنها نسيت تماما انه عندها بس هو سمع صوت ابنه بيصرخ جوه البيت ودخل لأم حبوس في القوضة وعلى ايده اصار حرف على الباب علشان يحاول يفتح ومن وقتها ابنه ما رح لهاش تاني وعلى الناحية التانية كامي بتشوف ادنى خرجة من البيت ومشي في اتجاه الغابة فبتقوم تجري وراها باقصى سرعة لحد ما بتلاقيها وقفة ورا شجرة لكنها بتتصدم لما بتقرب منها وبتلاقيها بتاكل في الابوم الصور بتاعها ولما بتقرب عليها تمنعها بتدفعها ادنى في الارض وبتاخد باقي الابوم وبتبعد عنها وبعدها بتقوم كامي تمشي وراها وبتلاقيها بتحفر في الارض علشان تدفن الابوم الزكريات بتاعها وفجأة بتفضل تعيط وبتقول لكامي انها خايفة تقعد لوحدها تاني فبتهديها كامي وبتحضنها وبتعتذر لها انها سبتها لوحدها طول الفترة اللي فاتت اما سام في الوقت ده فبتكون رجعت البيت وبتقرر انها تدخل تستكشف السر اللي مستخبي ورا قوضة الزكريات وبتتفاجئ ساعتها ان في قوضة سرية ورا الحاجة بتاع جدتها وبتقرر انها تدخل القوضة دي وفي نفس اللحظة بترجع كامي وقادنى على البيت لكن سام ما بتحسش بوجودهم وبنلاقيها شالت الحاجة وبتشغل الفلاش وبتدخل القوضة السرية وهي مرعوبة لان المكان بيبقى مخيف جدا من جوة وبتسمع اصوات حركة مش طبيعية وبتترعب اكتر لما بتقلق وبتقرر تخرج من القوضة لكنها بتلاقي الباب تقفل عليها ومفيش اي مخرج تاني من المكان المرعب ده وبتفضل تنادي على امها وهي بتعيط وخايفة جدا بعدها بنلاقي كامي بتحط العاشة الادنى وبتقعد معاها تعرفها ان سام مش موجودة لكن فجأة بتلاقي امها بتبصيلها بصة غريبة ومن غير ما تقول اي كلمة بتقوم مرة واحدة من على التربيزة وبتنزل مية منها بتغرق الارض فبتخدها كامي بسرعة تدخلها تستحمى في البنيو وبتجيب مساحة تمسح الارض وهنا بتتفاجئ ان في بقع سودة في المية فبتقلق جدا على امها وبتروح تنادي عليها في الحمام ولما ادنى ما بتردش عليها بتجيب حاجة تقف عليها وبتبص عليها من الشباك الازاز وهنا بتكون الصدمة المفجعة لانها بتشوف امها مسكة الى حد وبتقطع في جسمها بشكل مرعب فبتترعب كامي جدا عليها وبتحاول تكسر الباب بكل الطرق لحد ما بتلاقي ادنى خارجة قدامها ومش حاسة باي قلم وبتمشي بطريقة غريبة وفي نفس الوقت المية بتغرق الحمام وبتيجي على سخان وبيحصل افلة في الكهربا وقتها ساعتها بتمشي كامي وراها وبتدخل وراها قدتها وبتلاقيها غضبانة جدا وبتكسر اي حاجة بتيجي قدامها وعلى الطرف التاني بنشوف سام وهي مرعوبة وحاسة بروح شريرة بتطردها وبنلاقي كامي دخل نفس القوضة ورا ادنى وبتتصدم لما بتلاقيها قاعد على الارض بشكل غريب ومسكة الالة الحد وبتقطع وشها وبمجرد ما بتشوفها ادنى بتقوم تجري وراها علشان تخلص عليها في نفس اللحظة سام بتلاقي خشب متهالك على الجدار وبتمسك حديدة تكسر الخشب بيها وبتعرف انها لما تكسره هتخرج من الجدار اللي سمعوا منه صوت في الصالة بس قبل ما تكسره بتسمع كامي بتصرخ فبتجري عليها باقصى سرعة تدور عليها واول ما بتلاقيها بتاخدها معاها وبيرجعوا يكسروا في الخشب بكل قوتهم وما فيش ثواني وبتتصدم سام لما بتشوف ادنى بتزحف على الارض بشكل مرعب وبتقرب منها خطوة بخطوة علشان تخلص عليهم لكن على اخر لحظة بتقرر كامي انها تكسر الخشب وبتشد سام تخرجها من الفتحة وبتطلع وراها بس في اللحظة دي ادنى بتلحقها هي وبتحاول تشدها الجوة لكن سام بتسبقها وبتقدر تخرج كامي من الفتحة وبيفكروا ساعتها انهم اتخلصوا من ادنى لكنها بتخرج وراهم من الفتحة وبتهجم على كامي بس كامي بتضربها بالرجل وبتبعدها عنها لكن لما بتلاقيها بتهجم على سام بتقوم بكل غضب تمسك الحديدة وبتفضل تضربها على دماغها بعنف جديد لحد ما بتوقعها على الارض وبتقرر ساعتها انها تاخد سام ويهربوا من البيت بسرعة لكنها بتغير رأيها قبل ما تخرج من الباب وبتقرر انها ما تتخلش عن امها وبتقفل الباب وبتخلي سام تهرب لوحدها بعدها بتدخل كامي لامها تشيل جسدها وبتطلعها فوق على السرير وبنلاقيها بتشيل جلدها كله من على جسمها في منظر بشع جدا لحد ما بتخليها عبارة عن ممياء سودة وبتنيمها على السرير وبتنام جنبها وهي بتعيط من اللي حصل لها وما فيش ثواني وبتطلع سام تشوفهم وبتقرر انها تنام جنبهم وقتها بتتصدم لما بتشوف البقع السودة على ظهر امها وبتعرف ساعتها ان ده ارسل عيلة بتاعتهم ان امها هيحصل لها نفس اللي حصل لجدتها وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم